السلام عليكم حبيبتي إن شاء الله تكونوا بقعب ألف خير بما أنه رمضان على الأبواب إن شاء الله جبت لكم مملحة سهلة مهلة يعني كي اللي يعرفوها وكي اللي ما يعرفوهاش معلش نشاركها معاكم منع أجنو عجينة منحلو العجينة غير بأوراق تسعى الرقاق راهم معروفين هاداك الورقة اللي جيريجا ما نشعف في الدول العربية كيفاش يسموها نديروا بها هاد المملحة ما جيش مزيته بزاف جي ناشفة ما نقلوها موالو غير في الفرن جي مقرمشة ما شاء الله على غدوة وكيت بيت كيف شغل المحاجب جي شابة جي ناشفة ومشي مزيته الحشو أنا عندي اقتصادي خاش غير بـ 300 دينار لحم مفروم تعدى جاج أعطتني كمية كبيرة والصراحة هاد الرقاق أنا شريته واجد يعني من مصدر موتوق يكونون قيوغة تبغو تخدموا اتقدوا خطا توجدوه لرمضان وتستحفظوا به الفل مجمد هنا عندي ازوش حبات تحفظة فلفلة خضرة وحمراء باش نديرو ألوان والفلفلة الحمراء استعملت غير نصها خاطرش حبة كبيرة نص الاخر عودت بيه وصفة واحد اخرى نقسموها فلوس نقلوها هاد العروق اللي فيها هادو باش ما تعطيناش لمرارة خاطرش هادو غير بتاع البويوت البلاستيكية لا نرى شوق الفلفلة لا نرى شوق الفلفلة من بعد نقطعوه شرائح هكا طوال باش يجينا سهل ونقطعوه انا درتها هكا مكعبة صغار عندي كمية الزيتون هادو الإيفيلي الخطر درتها في الماء باش يطلق هادو الملح اللي فيه صفيته وقطعته وتاني صغير دكنا في طاجين درت الزيت ودرت الفلفلان نقلوها هاي اللي ولا خاطرش داك ماشي الموسم حاجه شوية غليضة يلي قد دوب درت لها الملح في اللول باش تدوب بالخف بعد مدابة الفلفلة زيت شوية كمية معطبرة على البصل وشوية تعتوم انا ما نبغيش نبشرة نبغي هكا نقطعها بالخدمة وقليتهم شوية بعد زيت اللحم المفروم نبدأ هكا شغل نفتح فيها باش يجيني نفتت يجينيش هكا يعني كوتل كبيرة كبيرة الحم توابل زنجبيل كيوغية على دجاج فلفل اسود وشوية على الحار هذا الجواد سافين دولة القليطة طحنتها في الفرحة نزيد كمية الزيتون مع المعدنوس قليتهم غير واخد شوية ماشي بزاف قلعتهم من فوق النار قلعتهم من فوق النار قلعتهم في الصفاية يتصفوا بشكل مملاحة في أوراق البورية كالديول بشكل مقرمش المدة طويلة قليتها يبرد تصفوا 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 وفوق النار تصفوا ندهن صفتا مع المرهة ونضعهم بشكل مباشر تصفوا كمية كمية 300 دينار مفروم دخلتها للفرن و أعطيتها هذا اللون الدهبي الشباب و أنا شغلت المرواحة ولكن ليس لديه المرواحة يشعر من التحت و أعود أن أضع طفو من التحت و أشعر من الفق لكي أعطي هذا اللون الدهبي جميل قلت كيف نقدمه دايما نقدمه هكا في طبسي ولا في شبكة ولا جبت هذا البابي هدارها تندانس في المملحات ماشي غالي شي تباكي بكنزميل كنزميل ما على باليش كنزميل 15 ألف مانيش عار فصايت الفلت لدوك الحسابات حطيتها فوقه قطعت حبة على يمون بهذا الشكل يعني نزينه هكا نزوقه باش كما نقول العين تأكل قبل الفم وهذا والشكل نهائي كما شفته في الأول يجي رائع يجي مقرمش بنين بزاف وإن شاء الله مع وصفة أخرى بإذن الله مع السلامة